الصورة الثالثة لازلت أقرأ عليكم من كتاب البخاري من صحيح البخاري كتاب الوضوء إنه الباب السابع والأربعون رقم الحديث مية وثمانية وتسعين في الصفحة التاسعة والأربعين من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل بسند البخاري عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي بغض النظر عن صدق هذه الحكاية أو عدمها لأن النبي استشهد في بيت فاطمة وليس في بيت عائشة بغض النظر عن هذه الرواية هي هكذا تقول نحن والبخاري أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين رجلين أي أن الرجلين كان يحملانه يحملان النبي ولذا فإن رجليه تخطان في الأرض فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس إنه العباس ابن عبد المطلب عم النبي بين عباس ورجل آخر هذه رواية عائشة التي ينقلها الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ابن عباس عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة نقل الكلام عن عائشة لمن لعبد الله ابن عباس قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر هذا الذي ما ذكرته عائشة أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي عملية اخفاء ذكر علي كانت تجري على قدم وساق ولا زالت تجري على قدم وساق إلى يومنا هذا وما فتاوى مراجع النجف وكربلاء في أن ذكر علي الواجب في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة إلا هو جزء من هذا البرنامج ولكن بحسب الواقع الشيعي فهم لا يستطيعون أن يتصرفوا مثلما يتصرفوا نواصب سقيفة بني ساعد نواصب سقيفة بني طوس يتصرفون بحسب الأجواء التي يعيشون فيها هذا الأمر موجود على طول خط التأريخ إخفاء ذكر علي هذه الرواية مثال توجد روايات أخرى في البخاري نفسه ومن قبل عائشة في نفس هذا الاتجاه هذه صور بقايا بقايا هذه بقايا نحن لا نمتلك كل الصور هذه بقايا هذه بقايا من البقايا هذه بقايا من البقايا لكن الحقيقة تبقى فحبل الكذب مهما طال الزمان سيكون قصيرا الحقيقة ستقطعه أطال الزمان أم قصر حبل الكذب قصير لماذا هو قصير لأن الحقيقة في وقت من الأوقات ستجعله قصيرا في سورة الشعراء وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة وأنذر عشيرتك الأقرب هذه الآية متى نزلت هذه الآية نزلت في مكة وهذا أمر معروف عند السنة وعند الشيعة هذه الآية نزلت في أوائل البعثة قد يقول قائل من أنها نزلت في السنة الأولى وقد يقول قائل من أنها نزلت في السنة الثالثة فلنقل على القول المتأخر مرادي المتأخر زمانا لأننا حينما نقول من أنها نزلت في السنة الأولى هذا هو القول المتقدم لنذهب إلى الذي يقوله أتباع سقيفة بني ساعد بحسب المعروف عندهم في كتبهم من أن الآية نزلت في السنة الثالثة من البعثة وأنذر عشيرتك الأقربين هي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة الشعراء مع أن الحقيقة ليست كذلك لأن هذا الإنذار كان سابقا لإنذار عامة الناس فإن النبي بدأ بإنذار عشيرته هذا الكلام في أول البعثة ولكن كما يقول سقيفي بني ساعد في السنة الثالثة أقرأ عليكم ما جاء في تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الثانية 2005 ميلادي سوف لن أقرأ التفاصيل كلها لضيق الوقت وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بالضبط صفحة 333 في حوادث ما قبل الهجرة لما نزلت هذه الآية على رسول الله وأنذر عشرتك الأقربين أمير المؤمنين يحدث عبد الله بن عباس دعاني رسول الله فقال لي يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين صنع لهم وليمة دعاهم الحكاية طويلة أمير المؤمنين بعد ذلك كان صغير السن في ذلك الوقت فمما قاله لهم مما قاله رسول الله لعشرته الأقربين بعد أن حدثهم عن دينه وعن بعثته وعن نبوته فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أمر الرسالة والنبوة والبعثة والديانة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم المراد من الأخوة هنا أخوة الإيمان أخوة الرسالة والنبوة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم قال أمير المؤمنين يقول فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا أنا الأصغر وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا هذه إضافة هذا كذب الرمص القذارة في العين حينما يستيقظ الإنسان من نومه هناك وسخ في موق العين هذا الوسخ الذي يميل لونه إلى البيض هو هذا الرمص أرمصهم عينا أو سخهم عينا هذه الإضافات إضافات ناصبية واضحة وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا كيف يكون علي الصغير أعظم بطنا من هؤلاء القوم الكبار كان صغيرا هذا في بداية البعثة حين بعث النبي صلى الله عليه وآله عمر الأمير كان عشرا من السنين وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أحمشهم أن ساقه دقيقة رفيعة هذه الأوصاف التي ألحقها الأمويون بسيد الأوصية وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا حتى لو كان كذلك الأمر ليس هنا فهو الذي قام سيد الأوصية مثل ما قام في يوم الخندق حينما خاطب رسول الله أصحابه من يخرج إليه؟ يخرج إلى ابن عبد ودن العامري وأنا ضامن له على الله الجنة فأطرقوا أطرقوا برؤوسهم الذي قام هو هذا نفسه فقام علي قال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي النبي أخذ برقبة علي ثم قال وهو واضع يده على رقبة أمير المؤمنين أو أنه رفع أمير المؤمنين عن الأرض من جهة رقبته فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيع كان عمره عمره قد بلغ بحسب ما هم يقولون أتحدث عن سقيفي بني ساعدة من أن الآية نزلت في السنة الثالثة من البعثة فعمر علي سيكون ثلاثا وعشرا من السنين الأمير يقول فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع هذا هو أول تبليغ لخلافة علي البيعة لعلي والتبليغ بخلافة علي كان منذ بداية البعثة حينما كان علي في العاشرة من العمر هذه الآية نزلت في أوائل البعثة في الأيام الأولى من البعثة حينما كان علي في العاشرة من العمر لأن الإنذار الأول كان لعشرته وبعد ذلك انتقل لعامة الناس هذا هو الموجود في تأريخ الطبري الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة هذا تفسيره تفسير الطبري الجزء التاسع عشر والجزء العشرون هذه الطبعة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بتعليق محمود شاكر صفحة 141 من الجزء التاسع عشر في تفسير الآية وأنذر عشيرتك الأقرب صفحة 140 يبدأ الكلام إنه ينقل الواقعة التي هي موجودة في كتابه التأريخ الواقعة هي هي حيث أن النبي جمع قومه جمع عشيرته على وليمة إلى أن قال ما قال صفحة 141 ماذا ذكر الطبري بهذا الخصوص فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا لم يكمل الكلام الموجود في تأريخ الطبري على أن يكون أخي ووصيه وخليفتي فيكم على أن يكون أخي وكذا وكذا قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا ما فيه انتقاص يذكره يذكره المطبوع وأخمشهم ساقا والصحيح وأحمشهم ساقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا فاسمعوا له وأطيعوا وضعت بين الأقواس هذا يعني أنها في بعض النسخ ليست موجودة في تأريخه إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا الموجود هنا إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا في بعض النسخ قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع الحكاية هي الحكاية موقف عائشة هو هذا نفسه موقف الطبري وموقف الطبري هو هو موقف المراجع الطوسيين في النجف موقفهم من الشهادة الثالثة الحكاية هي الحكاية علي هو المشكلة علي هو المشكلة علي هو المشكلة وعلي هو الحل علي هو الحل عند الذين يريدون الحق وعلي هو المشكلة عند الذين يريدون الباطل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر